مرحبا مواليد برش الدلو كيف بد يكون شهر ايار مايو شهر ايار مايو مميز هذه السنة في تأثيرات كتير كبيرة كتير اوية كتير مهمة من كوكب الزهرة اللي موجود ببرش الثوري اللي هو بيته تأثيرات بترافق الشمس عنا المشتري كمان عم برافق الشمس هناك دعم كتير كبير الامر الذي سوف يخفف من اي معاناة معقولة الشعرفية فترة وجود الشمس في برج الثور من تاريخ واحد لتاريخ عشرين الساعة اربعة بعد ظهر توقيت بيروت الصيفي الشمس بتكون موجودة ببرش الثور وهذا هو الجزء الاول البيت الرابع يعني البيت الرابع هو الشغل المنزلي الامور العائلية الانشغالات العائلية النشاطات الشخصية امور عقارية امور سفر تعب يمكن في هالتعب يكون اسبابه ايجابية فرحة عنكن زوار عنكن اولاد عنكن زيارات عنكن هجرة عنكن جنسيات جديدة فكل هالامور هايدي صحيح متعبة ومتطلبة لكن فيها تكون ايجابية وفيها تكون كمانا خلافات فيها تكون هم حسب بالايام الاكثر تعبا بتكون هموم بالايام الاكثر حظا بتكون نوع من فرحة وانفراجات اذا الجزء الاول متطلب لكن لحسن الحظ عندنا كوكب سهرة هونيك وعندنا ايضا كوكب المشتري ايضا لحتى تخفف الهموم هذه الكواكب وتجعل من جميع تقريبا جميع الايام فرح احتفالات وبهجي ونوع من تسويات ومفاجآت سرة فهذه الامور تجعل من الجزء الاول جزء جميل جدا كوكب المريخ موجود ببرج الحمل بتجعل طاقته جميع النشاطات قوية جريئة مهمة فعالة بتساعدكن توصلوا لهدفكن يلي انتو بتريدو فقط في عنا كوكب بلوتو بتعرفوا بعده موجود ببرجكن وبهذا الشهر تأثيراته يمكن تكون تقيلة على 20 و23 كانون الثاني يناير يعني اول فينا نقول من بدايات برج الدلو لكن هناك مفاجآت سرة في الجزء الثاني من الشهر وقبل ما انتقل للجزء الثاني لازم خبركم عن تأثير الامر الجديد ببرج الثور بتاريخ 8 ايار مايو قد يحمل هذا التاريخ فرحة اللي مواليد برج الدلو للبعض منكن قد يكون بيت جديد بتبيعوه او بتشتروه او بتستأجروه بتنقله بتغيرو مكان سكن يمكن تتزوجوه يمكن تحتفلو بخطوبة فيها تكون كثير من الامور الحلوة امر جديد معناتها بداية جديدة فان شاء الله الفرحة بتضرب بدياركن من روح للجزء الثاني الذي يبدأ بتاريخ 20 الساعة 4 بعد ظهر توقيت بيروت الصيفي حتى اخر الشهر هذا الجزء هو جزء جميل جدا 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 الشمس موجودة ببرج الجوزاء الصديق لالكن بينضم لبرج الجوزاء كوكب الزهرة بتاريخ 23 وكوكب المشتري بتاريخ 25 فترة من اجمل الفترات واكثرها حظا يمكن من اول السنة الى هلأ برش الجوزاء هو برش هوائي صديق لالكن بشكل مثلث مع برشكن بيصير في عنا الشمس بيصير في عنا الزهرة وبيصير عنا المشتري 3 تون عم بيشكله مثلثات فلكية مع برشكن واذا رحنا لاخر الشهر تاريخ 28 و29 بيكون في عنا الامر ببرجكن يعني من اجمل الايام وفرصة جميلة جدا بتنهو فيها شهر ايار مايو بشكل لايوضاها وما في غبار عليه بتاتا صفحة جديدة مفاجآت سارة انفراجات اخبار سارة بمعنى انه اللي بدكن يا تقريبا بيصير خاصة خاصة بالايام الاكثر حظا برش الشوزاء هو برش هو يرمز الى البيت الخامس يلي هو بيت الفرح بيت الهويات بيت الحياة الرومانسية بيت العمل والمبدع بيت الهويات الفنية بيت ايضا يمكن الزواج الخطوبي وايضا كمان يرمز الى بيت الاولاد والولادات ببيتكن يعني بيت الفرح والتكريم لالكن كلكن محصوصين بهذا الجزء اصلا كل الشهر حلو لجميع مواليد برش الدلو خاصة تأثيرات المشتري بالجزء الثاني رح بتكون مركزة عند اول مواليد برش الدلو و21 كانون الثاني يناير الزهرة رح بيساعد مواليد العشرية الاولى بجميع الاحوال انا بعتبر مواليد العشرية الاولى فيها تكون محظوظة جدا 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 بالجزء الثاني عنا امر مكتمل بتاريخ الثلاثة عشرين ببرش القوس اللي هو البيت الحادي عشر الذي يسمح لمواليد برش الدلو الانتقال الى حياة اجتماعية مهمة جدا الى حياة ناشطة فيها تكون على مجالات يمكن هوايات عندكم اياها حابين تدخلو تنضمو الى مؤسسات معينة حابين انه يكون عندكم طل كبير العالم تعرفكم تعرف عليكم الناس يكون فيه لكم اسم يكون فيه عندكم صدقات يكون فيه ظهرات يكون فيه تعارف حياة بابليك حياة ناشطة اجتماعيا فهذه الامور بتسمح لمواليد برش الدلو انه تكون حياتهم ناشطة وناشحة جدا 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 خلونا نشوف الايام الاكثر حظا لتستفيدوا منها وتحطوا فيها معيدكم المهمة التوقيت توقيت عالمي بتزيدوا ثلاث ساعات بتاخدوا توقيت بيروت الصيفي البداية مع تاريخ واحد وتاريخ اتنين حتى الساعة سبعة المساء هيدا الامر بيكون موجود ببرشكون بداية مهمة جدا تاريخ تمانية من الساعة 11 ونص المساء حتى تاريخ 11 الساعة 3 وربع فجرا تاريخ 18 من الساعة 10 ونص قبل الظهر حتى تاريخ 20 ساعة 10 ونص المساء تاريخ 27 الأمر بيبرشكون مرة تانية من الساعة 9 لربع المساء حتى تاريخ 30 ووحدة الفجر الأيام الاكثر توترا نسبيا تاريخ 6 من الساعة 10 إلى ربع مساء حتى تاريخ 8 11 ونص المساء تاريخ 13 صعب شوي من الساعة 10 و40 دقيقة قبل الظهر حتى تاريخ 15 تسعة ونص المساء تاريخ 20 من الساعة 10 ونص المساء حتى تاريخ 23 تمانية ونص صباحا تاريخ فارغ من الحصوص تاريخ 25 الساعة 43 دقيقة بعد الظهر حتى تاريخ 27 تسعة إلى ربع المساء للمزيد من التفاصيل تابعونا مع الأبراج اليومية والأسبوعية إلى اللقاء باي باي